اهلا بكم مجددا اختتم الوفد الحكومي التونسي زيارة الرسمية إلى دولة قطر والتي استغرقت ثلاثة أيام وكانت نتائجها مخالفة لما روجت له قيادات من حركة النهضة بأن هذه الزيارة ستثمر دعما سخيا وغير مسبوق لتونس بينما أفادت وسائل إعلام تونسية أن رئيس الحكومة هشام لمشيشي عاد من الدوحة خالي الوفاد مؤكدة عدم توصل المفاوضات بين تونس وقطر إلى الاتفاق حول أي قرض جديد فيما كشفت كذلك صحيفة الشارع المغاربي أن القيادة القطرية لها تحفظات حيال ما روجته حركة النهضة عن الزيارة وأنها لا ترغب في نصرة طرف سياسي على حساب الآخر وتتجه إلى تنسيق علاقاتها مع رئاسة الدولة بشكل مباشر لم تخلو زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى قطر من حملات التشكيك والاتهامات ففي الوقت الذي أعلن فيه عدد من قيادات حركة النهضة أن الزيارة هي من أجل تجسيد نتائج الزيارة الخاصة التي قام بها رئيس الحركة راشد الغنوش منذ أسابيع وهي زيارة تهجف لتعزيز التعاون الاقتصادي انتقدت عدة أطراف هذه التصريحات والتي تؤكد ما يسمى ديبلوماسية الظل التي تمارسها النهضة حيث تريد أن توهم الرأي العام التونسي أنها المتحكمة الفعلي في العلاقات بين البلدين علاوة على التسويق لصورتها عبر رئاسة الحكومة أحد أهم رؤوس السلطة في البلاد لا يمكن أن نقول أنها زيارة الدولة وأنها زيارة تمثل الدولة التونسية بشكل كبير إنما هي زيارة أتاة لاستكمال مصار حركة النهضة نتذكر جيدا تصريح رياض الشعب المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رشد الغنوشي حينما قال يذهب المشيشي إلى قطر لاستكمال ما بداه رشد الغنوشي بالإشارة إلى اتفاقات حول هبة بـ 2 مليار دينار دولار وبعض الاستثمارات وانتدابات وغيره تفاصيل الزيارة وما رفقها من تكتم وما رفقها من أعلان حتى من جانب القطر يفيد بأن هذه الزيارة فرضت على الدولة التونسية من جهتها اتهمت حركة النهضة رئاسة الجمهورية بمحاولة تعطيل زيارة رئيس الحكومة إلى قطر والتي تأتي ضمن أبعاد اقتصادية وفق تعبيرها حيث ستسهم الزيارة في دفع عجلة الاستثمار عبر توقيع عدد من الاتفاقيات غير أن عدة قراءات سياسية ترى أن هذه الزيارة ربما كانت ستكون كذلك لو لم تكن حركة النهضة هي التي تقف وراء تحريك رئاسة الحكومة لتصبح وكأنها المحركة الرئيسية لهذه الزيارة في ظل الأوضاع الرهنة في ظل أزمة منظومة الحكم وضعف هذه الحكومة وقطيعتها مع رئاسة الجمهورية كل ربما الأمال تبقى معلقة والمراهنة كثيرا على تغيير الأوضاع أعتقد أنه لا يستقيم خاصة أمام هذه الإرادة السلبية للأغلبية النيابية التي تدعم هذه الحكومة وتشهد العلاقة بين كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي تأزما وشبه قطيعة منذ أشهر بسبب اختلاف المواقف والتوجهات السياسية هل هي زيارة اقتصادية بحتة ربما تعود بالنفع على تونس في ظل أزمتها لاقتصادية الخانقة أم أن الموضوع له جوانب سياسية أخرى تتعلق بحركة النهضة فيما ينتظر الرأي العام التونسي نتائج هذه الزيارة على جميع المستويات والتي قد تظهر في المرحلة المقبلة نجلة أبو خريس الغد تونس لمناقشة هذا الموضوع أو بالأحرى هذه الزيارة وتداعياتها ينضم إلينا من تونس بالحسن اليحياوي الكاتب والمحلل السياسي وكذلك محمد الفراتي الكاتب والمحلل السياسي كذلك أبدأ من عندك أستاذ بالحسن في الحقيقة زيارة روجت لها كثيرا حركة النهضة حتى إنها قالت إن رئاسة الجمهورية حاولت تعطيلها لكن عاد منها لمشيشي خالي الوفاد ما هي الرسالة التي على حركة النهضة أن تلتقطها الآن نعم مساء الخير هو طبعا بخلاف أن حركة النهضة تحاول أن تقدم نفسها كعنصر فاعل على المستوى الدولي وخاصة تحاول دائما أن تؤكد على روابطها المتينة مع قطر أو مع غير قطر ولكن كل هذا للتغطية عن الأزيارة المفاجئة التي قام بها راشد الغنوشي راشد الغنوشي استدعي على عجلا لقطر لحضور مجلس تأديب فقطر ومن معهم ينظرون بعيون غير راضية تماما عن أداء حركة النهضة في الفترة الأخيرة وعن أداء راشد الغنوشي أساسا وقطر من ناحية ثانية تطلب ود قيس سعيد فبالتالي لا يمكن أن تقدم لخصوم قيس سعيد السياسيين أي دعم من أي نوع كان وأن يعود هشام المشيشي بين ظفرين ربما المغضوب عليه أو غير أرمرضي عليه من طرف قصر قرطاج باستثمارات وقروض وغير ذلك هو أمر يسيء إلى العلاقة التي تحاول قطر جاهدة بناءها بينها وبين الرئيس قيس سعيد على اعتبار أن الرئيس قيس سعيد هو منتخب ويواصل قطعا إلى 2024 في حين أن هشام المشيشي يمكن أن يذهب في آية لحظة طيب سؤالي للأساس محمد وكأنه من كل ما حصل وعودة المشيشي خالي الوفاض بهذه الزيارة أنه تفاجأت حركة النهضة بردة فعل قطر أساس محمد في الحقيقة إذا أعدنا إلى تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى وكالة الأنباء القطرية اليوم تحديدا فإن الزيارة نتائجها لم تكتمل بعد يعني هناك وعود هناك تباحث حول أهم النقاط ربما الاستثمار والمساعدة لتونس في أزمتها الاقتصادية هناك تصريحات من الجهات القطرية بأنها ستساعد تونس على تجاوز أزمتها الاقتصادية ولكن أنا شخصيا كمراقب وكمحلل أتفهم الموقف القطري بعدم الإعلان المتسرع عن أي مساعدات وأتفهم كذلك أن قطر تريد أن تتعامل مع الدولة التونسية بعيدا عن بعض الممحكات السياسية الصبيانية في تونس التي في نهاية الأمر تعطل أي محاولة لفك الحصار عن الاقتصاد التونسي لكن اسمح لي أستاذ محمد هذا عكس يعني كل ما حصل كل ما حصل اسمح لي عكس ما تروج له حركة النهضة من أنها هي التي تتحكم في العلاقات بين تونس وباقي الدول ليس هناك طرف أو جهة تتحكم في مسألة العلاقة بين الدول بل هي الدول تتعامل مع بعضها البعض كمؤسسات رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وبرلمان ونتذكر إذا ضربنا المثال ليبيا مثلا نتذكر ما حصل من جد المماثل في الساحة الليبية هناك زيارة أولى لقيس السعيد ثم زيارة ثانية منذ أيام لرئيس الحكومة هشام المشيشي لترابلوس وهناك العديد من النتائج لهذه الزيارة يعني لا يجب علينا أن ننظر إلى هذه الجهود التي يقوم بها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان على أنها تسابق لنيل رضا رأي العام أو شيء من هذا القبيل لماذا ننظر على أنه عمل من أجل جلب مساعدات لتونس أو مساعدة الاقتصاد يعني حقيقة من المعيب أن البعض يروج إلى أن هناك تنافس أو يدفع إلى تعطيل بعض المساعدات لتونس لأنه هناك خلافات سياسية يعني الخلافات السياسية شيء والمصلحة الوطنية العلية وخاصة في وضع اقتصادي صعب وهش يعني يتوجد على الجميع أن يبقى جهود خاصة مع أصدقاء تونس للاستقرار الاقتصادي أستاذ محمد سؤالي لأستاذ بالحسن وهو سؤالي الأخير في الحقيقة لأنه لم يتبقى سوى دقيقة يعني هذه الزيارة تأتي كما قيل عنها في تونس في إطار ما يعرف بدبلوماسية الظل أو دبلوماسية البرلمان بعد نتائج الزيارة ما الذي نتوقعه عن هذه الدبلوماسية الآن؟ لا لنكن واضحين نتائج الزيارة أو نتائج الزيارات هو صفر كل ما حصلته تونس أو ما حصله ويشامنا مشيشي هي دعوة مفتوحة لانضمام تونس إلى نادي باريز وانضمام تونس إلى نادي باريز يعني الغرق أكثر فأكثر في سياسة التدائن وسياسة الديون ما يعنينا في تونس الآن هو الفضاء الدبلوماسي وهي السياسة الدبلوماسية للدولة للأسف إلى حد هذه اللحظة لازالت تونس أو صناع القرار السياسي في تونس يتحسسون طريقهم إلى السياسة الدبلوماسية أو إلى الخطوات الدبلوماسية أصبحت ساحة لعبث العابثين وأصبحت ساحة لكل من هب ودب حتى يحمل صورة لتونس قد لا تكون حقيقية أو قد لا يرضى عليها تونسيون أو قد تسيء إلى تونس أكثر من أن تخدمها المشكلة الأساسية أنه حتى قبل ذلك حتى قبل 2010 لم تكن هناك سياسة دبلوماسية واضحة لتونس الإنجاز الدبلوماسي الوحيد لتونس في تاريخ الدولة التونسية هو أنها كانت جزءا من مؤسسي دول عدم الانحياز العالم أو النظام العالمي لم يعد يسمح لما يسمى عدم الانحياز وإلى حد هذه اللحظة لم نتمكن في تونس من أن نضع الخطوط العريضة أو الخطوط الكبرى لسياسة دبلوماسية هادفة تخدم تونس أكثر من خدمتها للأشخاص شكرا جزيلا سيد بلحسن اليحياوي الكاتب والمحلل السياسي وشكر موصول كذلك لسيد محمد الفراتي الكاتب والمحلل السياسي من تونس شكرا جزيلا لكم